قال وزير الخارجي الفرنسي جون إيف لوديريا عقب استقباله أمسي من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمسي أن زيارته للجزائر تهدف لإعادة بعث العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا إلى أن البلدين يتقاسمان تحديات كبيرة أهمها الإرهاب والتعاون الأمني من أجل الاستقرار في المنطقة المتوسطية والإفريقية كما استمرين في هذا العمل الذي بدأنا فيه فيما يخص إعادة بحث علاقتنا الثنائية المهمة للطرفين والتي نتمنى أن تكون مستمرة في الاجتماع المقبل للجنة الوزرية العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية بين الجزائر وفرنسا علاقة تاريخية عميقة وإنسانية متعددة تجمع شعبي ضفتين متوسط كما نواجه تحديات إقليمية في مقدمتها الإرهاب، التعاون الأمني من أجل استقرار محيطنا الإقليمي المتوسط والإفريقي وتطور الوضع في منطقة الساحل مع ضرورة بعث العملية الانتقالية في ليبيا كما نتقاسم أيضا تحديات كبرى في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطور الوضع في أوكرانيا وانعكاستها على أمن أوروبا والاستقرار الدولي وعلى تنويع تموين أوروبا بالمواد التقاوية كما تنولنا معا هذه الملفة العساسة في جو من الثقة وروح التضامن كأساس لشركتنا